بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعزائي الله بالصف الثاني الثانوي أهلا بكم من جديد مع استكمال لأجهزة جسم الإنسان وبعيننا آخر جهاز وآخر درس عندنا في الوحدة الأخيرة الوحدة التاسعة عن جهاز المناعة جهاز المناعة والمناعة أو جهاز المناعة يختلف عن باقي الأجهزة لأنه متوزع ومتفرق في جميع أنحاء الجسم وأنتعرف على أشكال المناعة في جسم الإنسان العلماء أسموا المناعة في جسم الإنسان إلى نوعين مناعة غير متخصصة أو عامة ومناعة متخصصة أو نوعية هنتكلم عن النوع الأول المناعة العامة أو المناعة الغير أم متخصصة ودي يقوم بها أعضاء وأشكال مختلفة في الجسم ودي بتمثل خطوط الدفاع الأولى ضد مسببات الأمراض وخط الدفاع الأول ضد مسببات الأمراض هو الجلد فأول خط دفاع عندي هو الجلد دي الحواجز أو بسبب خطوط الدفاع الأولى أول حاجز عندي هو حاجز الجلد والجلد اللي بيغطي الجسم من الخارج بيحمي أو يقل الجسم من كثير من الأجسام الغريبة اللي بتحاول اختراق الجسم فيقوم أو يوجد على الجلد أنواع من البكتيريا التي تعيش متكافلة على سطح الجلد هذه البكتيريا اللي موجودة على الجلد تهدم الدهون الجلدية وتنتج أحماض هذه الأحماض يقوم بتقليل أو وقف النشاط العديد أو بعض مسببات الأمراض وتمنع دخولها للجسم ودي أحد صور للبكتيريا اللي بتعيش على الجلد للمعيشة بين الجسم المعيشة تكافلية تستفين بعض الدهون الموجودة في الجلد وفي المقابلة تفرز أحماض توقف نشاط بعض مسببات الأمراض الحاجز الثاني من خطوط الدفاع الأولى عن الجسم أو تتبع المناعة الغير متحصصة وهي الحواجز الكيميائية والحواجز الكيميائية في الجسم عندنا أربع أنواع أول نوع اللعاب والدموع ثم تحمل عين واللعاب في الفم والإفرازات الأنفية وتسبب موت الكثير من المخلوقات المسببة للأمراض وعند أيضا بالإضافة عند اللعاب والدموع وتاني حاجة الإفرازات الأنفية بالإضافة إلى المخاط الذي يبطن الممرات التنفسية ويمطل قناة الهضمية من الداخل ويبطن أعضاء الداخلية يلتصك به كثير من المواد كالبكتيريا والفيروسات وتمنع دخول هذه المسببات إلى الجسم كما تؤدي حركتها الأهداب اللي موجودة في الممرات التنفسية تدفع هذه البكتيريا إلى المخاط الموجود في الجهاز التنفسي وتطرده بعيدا على دائتين وده اللي بيسبب السعال والعطاس عند دخول بعض المسببات الأمراض بهدف طرد المخاط بما يحمله من مواد أو مسببات أمراض ورابع الشيء من المواد الكيميائية حمض الهيدروكلوريك أو حمض الكولور وده اللي بتفرزه غضة خاصة في جدار المعدة بالإضافة إلى دوره في عملية الهضمة كما تحدثنا سابقا لجعل الوسط داخل المعدة حمضي ليناسب عمل إنزيم البيبسين في هضم البروتينات أيضا له دور في قتل العديد من المسببات الأمراض التي كانت تدخل مع الطعام يبقى أنا عندي الحواجز الكيميائية إما في صورة لعاب أو الدموع إفرازات أنفية المبطن الكثير من السطوح الداخل وأيضا حمض الكلور أو حمض الهيدروكلوريك HCL اللي بتفرز من جدار المعدة دو كلها مناعة غير متخصصة كمان من خطوط الدفاع الخلوي إذا اخترقت أحد مسببات الأمراض اخترقت الجلد واخترقت الحواجز الكيميائية وقدرت تصل إلى الخلايا بتقوم بعض الخلايا دم البيضاء المعروفة باسم خلايا دم الأكولة وده منها نوعين نوعين متعادلة وخلايا كبيرة بعملية تسمى بقلب العمى وده ابتلاع لمسببات الأمراض وإفراز مواد اللي تحليلها واللي بيساعد الخلايا دية على القيام بوظيفتها في قتل مسببات الأمراض نوع عشرين نوع من البروتينات موجودين في بلازمة دم اسمها البروتينات المتممة وده اللي بتعزز أو بتزعم عملية البلعمة عشان لما يسألني ما هي نوع من البروتينات تعزز عملية البلعمة لقضاء على مسببات الأمراض اللي تحاول اختراق الجسم أو البروتينات المتممة وهي بتساعد الخلايا الأكولة على الارتباط بشكل افضل مع مسبب المرض فتناشط الخلايا أكلها وتعزز عملية تحليل غشائها الخلوي المسبب للمرض عشف الجدول دي خلايا جهاز المناع يمحement unas خلايا متعدلة يمحement خلايا أكولة كبيرة يمحement خلايا لينفية تم بعملية البلعمة وده خلايا الد países التي تبتلع من البكتيريا وده صورة لها على نسبال خلية الأكل الكبيرة دخل الدم التبتلع للبكتيريا وتتخلص من الخلايا المتعدلة الميتة وبقايا مكوناتها. الخلايا اللي فيها دي جزء المتخص في الجهاز المناعي. ودية بتنتقي اجسام مضادة تقتل مسببات الامراض نتكلم عليها لاحقا. كمان في من وسائل الدفاع الخلوي ان عندما يدخل فيروس الى الجسم وساعد خاطر دفاع خلوي اخر على معنى الفيروس من الانتشار. حيث تفرز الخلايا المصابة بالفيروس مادة بروتينية تسمى الانترفيرون. انترفيرون. انترفيرون. ده بيرتبط مع الخلايا المجاورة للخلايا المصابة. ويحفزها على انتاج بروتينات مضادة للفيروس فتمنع تضاعف الفيروس في هذه الخلايا. يبقى لما الفيروس يدخل جوة الخلية. الخلايا المصابة الخلايا مجاورة لها تنتج بروتين يسمى الانترفيرون وبعد كده الانترفيرون ده بيحفز الخلال المجاورة على انتاج بروتينات مضادة للفيروس او لمنع تضاعف او زيادة عدد الفيروس. كما بتضيش على الفيروس ولكن بتقلل عدده تمهيدا لقدوم جهاز المناعة المتخصص في مهاجمة الفيروس. كمان من وسائل المناعة الغير متخصصة حاجة اسمها الاستجابة الالتهابية. يمان عندي الجلد وعندي الحواجز الكيميائية وعندي عملية البلعمة وعندي عملية اذنتاج مادة الانترفيرون وعندي كمان الاستجابة الالتهابية. والاستجابة الالتهابية بتدم خلال سلسلة من الخطوات عند اختراق اه الجسم باحد المواد او مسببات الامراض. اه ده على طول بينبه خلايا الجسم او عملية اه 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 افراز اه المزيد من خلال دم البيضاء في مكان الاصابة او مكان الهجوم. وتتضفك كمية كبيرة من الدم الى هذه المنطقة. وتسمح لكثير من خلال دم البيضاء لمهاجمة المقربات. وطبعا زيادة تضفك من مكان الدم في هذا المكان. بيؤدي الى تورم في هذا المكان والتهاب. وكمان بسبب الالم وحرارة وحمرار في هذا المكان. ودنبيه لمكان ده يعتبر بمثابة الاستجابة الالتهابية بمثابة تنبيه بالمكان اللي موجود في الاصابة او موجود فيه البكتيريا. حتى يهجم جيش الدفاع على اه مسبب المرض. يعني بعمل يبقى الالتهاب او ارتفاع درجة الحرارة. ده اه تنبيه لخلال دم البيضاء للتجمع في هذا المكان. اه وكده ده الجزء الخاص بالمناعة الغير متخصصة. طيب ازا احد مساببات الامراض اختركت الجلد والحواجز الكيميائية ولسبب ما قدرت تخترك وتصل الى الخلايا وتصل الى الدم. يجي بعد كده دور المناعة او خطوط الدفاع الداخلية. يبقى اختركت الحصون الخارجية ودخلت الى داخل الحصن الداخل يجي بعد كده دور اه المناعة النوعية او المتخصصة. وده الجيش المتخصص بقتل مسبب المرض مباشرة. اه طبعا المسؤول عن المناعة المتخصصة هي الاعضاء الموجودة في الجهاز الليمفي. الجهاز الليمفي. والجهاز الليمفي ده جزء من جهاز الدوران. وبيضم اعضاء وخلايا دورها فقط افراز المزيد من خلال الدم البيضاء بانواحها ومتخصصاتها المختلفة بهدف تدمير المخلوقات الغريبة. كما ان له دور في امتصاص المواد الدهنية اللي موجودة في القناة الهضمية ونقلها الى الدم. يبقى مسببات الامراض او قتل الاجسام الغريبة وامتصاص الدهون. وامتصاص الدهون. طبعا نتكلم عن الجزء الخاص بالدفاع عن الجسم او الجزء الخاص بالمناعة المتخصصة. طبعا دي التفرعات اللي انتم شايفين هدي لون الاخضر دي التفرعات المختلفة دي كلها بتمثل الجهاز الليمفاوي. دي عبارة عن عقد لنفاوية واوعية لنفاوية بمرو داخلها السائل يسمى اللمف. اه وطبعا دي كلها غنية بخلاة دم البيضاء اه المتخصصة في قتل مسببات الامراض. وطبعا اه الخلاة دم البيضاء زي ما قلنا نبدأ كده بتنتك في نخاع العزم الاحمر. وعندي كمان من اعضاء الجهاز لنفاوي الطحال واللوزتين اللوزتين والغودة الزعترية او نسميها الغودة الثيموسية لموجودة اعلى القلب. فالجهاز لنفاوي عبارة عن اوعية لنفاوية وعقد لنفاوية ولوزتين وتحال وهذه اه هذه الاوعية والغودة الزعترية كل هذه منتشر في مناطق مختلفة من الجسم كما تشاهدون في الصورة التوضيحية. طيب نشوف مع بعض الاعضاء الليمفية طيب الاعضاء في الجهاز الليمفي على انسجة لمفية وخلايا لمفية دي كلها انواع من خلايا دم البيضاء. وانواع من الخلايا وانسج دم. الخلايا الليمفية نوع من خلايا دم البيضاء تنتج في نخاع العزم الاحمر. يبقى النخاع الاحمر بيتم في انتاج خلايا الليمفية. وتطم الاعضاء الليمفية الاعضاء بقى نفسها العقد الليمفية واللوزتين والطحال والغدة الزعترية. نشوفهم تاني على الرسم. التكتلات والكلام دي كلها بنسمها عقد ومنتشر في الجسم عقد لنفية. ودي الغدة الزعترية. وده اه الطحال والاوعية اللنفوية والخلايا اللنفية. يبقى عندي اه عقد لنفية الوزتين طحال غدة زعترية او بيسمها الغدة الثيموسية. ونسيج لنفي منتشر في الاخشاء المخاطية للقنوات الهضمية والتنفسها البولية والتناسلية. طيب العقد اللنفية يبقى در ترشيح السائل اللنفي وتخلصه من المواد الغريبة. يبقى اي مواد غريبة فيه تموتها. اللوزتين ده حلقة حماية خاصة بالنسيج اللنفي في منطقة الفم والانف. حماية اي التهابات او اي اجسام غريبة تخش في منطقة الفم والانف. وهذا وسائل الحماية من البكتيريا ومواد الضارة الاخرى في الانف والفم. نجي للطحال. الطحال وظيفته تخزين الدم وتحطيم خلايا الدم الحمراء التالفة والهارمة كما انه يحتوي على انسيج اللنفي يعني غني بخلايا اللنفي وخلايا الدم البيضة اللي بتهاجم المقربات او قتل المواد الغريبة. يبقى التحال الوظيفة في تخزين الدم وتحطيل خلايا الدم الحمراء التالفة والهارمة وبالاضافة ان هو كمان بيحارب الاجسام الغريبة او قتل الاجسام الغريبة. اه نجي بعد كده الغدة الزعترية او الغدة الثيموسية دي تقع فوق القلب. ودورها يا شباب اه في تنشيط الخلايا او بتعمل على اكتمال الندج الخلايا اه اللي تسمى نوع من الخلايا الدم بنسميها اه الخلايا التائية. يبقى يا شباب تقع الغدة الزعترية فوق القلب وتلعب في تنشيط نوع من الخلايا اللي فيها ويسمى الخلايا الايه? التائية. انه عندي خلايا الدم البيضة مأس منها النوعين. خلايا تائية بتاخد الرمز تي وخلايا بتاخد الرمز بي بنسميها الخلايا الباقية. الخلايا التائية تنتب في نغاية الاحمر للعزم او نغاية الاحمر للعزم وبتكون غير ناضجة. تنتقل من نغاية العزم الى الغدة الزعترية. يعني زي نقولك تنتقل وتنضج وتتميز وتتخصص. الغدة الزعترية دي الجامعة تخصص فيها الى انواعها المختلفة لانتعرف عليها لاحقا. يبقى تنضج وتمايز في الغدة الزعترية. كما ان هناك نوع خلايا فيها السامة الخلايا الباقية تنتقل الجسام المضادة عند دخول مسببات الامراض الجسم. طيب الغدة الزعترية وزيفة نضج وتمايز الخلايا التائية. نضج وتمايز. تميزها يعني تخصصها. هل هي تائية مساعدة ولا تائية قاتلة. بمعنى اخر بل خلايا التائية تدخل تخرج من نخاع العزم وتنتقل الى الغدة الزعترية. هناك يكتمل نطقها والغدة الزعترية كمان تناميزها الانواع. نوع نسمي تائية قاتلة ونوع نسمي تائية مساعدة. وفي انواع اخر خلاياbene نسمي الخلايا الباقية. هي اللي بتنتج الاجسام المضادة. الخلايا هي اللي بتنتج الاجسام المضادة. طب الاكسام المضادة هي بروتينات تنتج الاخلايا اللي Execs البائية عشان يقول لي من مصنع الانتاج الخلايا او انتاج للاجسام المضاد او له الخلايا خلايا دم البيضاء البائية. طبعا دي بتتفاعل بشكل خاص مع مولد الضد الغريب وتحاول تموته. طب ايه هو مولد الضد? دي مادة غريبة عن الجسم وتؤدي لاستجابة المناعية يمكنها الارتباط مع الجسم المضاد او الخلية التائية. اه طبعا توجد الخلال التائية والخلال البلازمية البائية في جميع الانسجة اللي تصف بانها مصانع الاجسام المضاد. مصانع الاجسام المضاد. في نوع تاني من الخلال هي خلايا التائية لمنها التائية المساعدة والتائية القاتلة. التائية المساعدة دورها تنشيط الخلايا البائية لانتاج الاجسام المضاد. عشان كده سموها مساعدة. يبقى دي دورها تنشيط الخلايا البائية لانتاج الاجسام المضاد. اما التائية القاتلة اللي بتقتل مسبب المرض مباشرة. ده شكل توضيحي له احد الخلايا البلعامية وبتهاجم مسبب المرض. لغاية ما تسبب او تسبب قتل مسبب المرض. في خلايا باقية بتنتج الاجسام المضادة والخلايا التي بتساعد الخلايا الباقية في انتاج الاجسام المضادة وفي التائية القاتلة اللي بتهاجم مسابق المرض طبعا وده شكل الشكل ده شكل الجسم المضاد شكل متوضيحي ومقبر للجسم المضاد وهو يتكون من نوعين من السلاسل البروتينية سلاسل سقيلة وسلاسل خفيفة ده السلاسل البروتينية السقيلة والاطراف هي السلاسل الخفيفة وده مكان ارتباط مولد ضد مولد اللي هو البكتيريا والفيروس اللي هو مسبب المرض نσ أرى استجابة الخلايا التائية بعد تنشيتها النتيجة وجود مواضي على سطحها الخلايا الاقولة ترتبط مع مجموعة من خلايا التائية القاتلة وتنشيتها تدمر الخلايا القاتلة مسبب المرض دورها. تدمير مسبب المرض. وبتطلق هذه التائية القاتلة بتطلق مواد كميئات سما المحركات الخلوية او السيتوكينينات المحركات الخلوية او السيتوكينينات اللي بتحفز خلاية الجهاز المناعي لانقسام ونقل الخلاية المناعية الى منطقة العدو خلاية التائية القاتلة بسبب مرض وتطلق المواد الكيميائية وتدمره ويمكن خلاية تائية قاتلة واحدة ان تدمر خلاية مستهدفة عديدة عدة خلاية و внешما تضح من الشكل ده يا شباب دي التائية هل بالمساعدة ودية القاتلة طبعا القاتلة هي اللي بتنتج مادة سيتوكاينيات دي مادة كيميائية لقتل مشبب المرض طيب في عندي المناعة العلماء السماء النوعين فيه مناعة سلبية ومناعة ايجابية طبعا اللي عايزين تفهمها في الجزء ده يا شباب في الخلايا ومن نتاج الاستجابة المناعية من نتاج خلايا الذاكرة التائية والباقية والخلايا نوعية اسمه الخلايا الذاكرة الخلايا الذاكرة ديت اللي بتحفظ شكل مسبب المرض هو بتعيش فترات طويلة بعد تعرض المولد ضد في أثنان الاستجابة الأولية المناعة بحيث لو جاد نفسه مسبب مرض مرة أخرى تكون حافظ شكله مجاهزة له الأجسام المضادة المناسبة له وتقدل قتله سريعا مش لسه هتتعرف طيب فالمناعة السلبية ديت المناعة دي مناعة مؤقتة مناعة يا شباب مؤقتة بمعنى ان مش الجسم الانسان هو اللي بيصنع الأجسام المضادة لأ ده أنا بصنع أجسام مضادة في كائن آخر وفي شخص آخر واخدها من شخص آخر وادى لشخص مصعب جاهزة طبعا دي بتظل فترة صغيرة في حالة الأوبئة والأمراض المنتشرة بتصلح هذه الأجسام المضادة الجاهزة يبقى الحماية المؤقتة ضد مرض معدي أسماء منع سلبية حماية مؤقتة يعني بيتم تصنيع أجسام المضادة لمسبب مرض معين أو لبكتيريا أو لفيروس في كائن آخر ثم حقن الإنسان بها طبعا تستمر فترة صغيرة في الدم ثم تختفي أما المناعة الإيجابية ديت لما جسم الإنسان نفسه هو اللي يدخل له مسبب المرض ويقوم جهازه المناعة خلال باقية تنتقى أجسام مضادة وتظل فترة طويلة داخل الجسم وتحفظ شكله مسبب المرض لفترة طويلة يبدأ يحدث هذا النوع من الحماية المؤقتة لما يختبر حماية مؤقتة ضد مرض معدي يبدأ منع سلبية عندما تصنع الأجسام المضادة من أشخاص آخرين أي حواتنقل وتحن في جسم الإنسان وزيها بالضبط بتحدث عند انتقال بعض الأجسام المضادة من جسم الأمة إلى الطفل أثناء الحملة أو أثناء الرضاعة بتظل فترة صغيرة داخل جسم الرضيع لغاية ما جسمه هو اللي يكون مناعة بعد كده أما المناعة الإيجابية تحدث بعد تعارج جهاز المناعة العديد من مولادة ضد مسببات الأمراض وإنتاج خلايا الزاكرة اللي بتحفظ المقروب وإنتاج أجسام مضادة دي تتظل فترة طويلة يبقى نتيجة حدوث مرض معدن أو نتيجة شباب التطعيم وإذا اللي بتقوم بأي دولة بتطعيم الأطفال في الصغر بتطعيمات معينة بحيث جهزها المناعي هو اللي ينتج أجسام مضاد مش أعطي للطفل جسمه مضاد جاهز لا ده نعطي له مقروب يموت طبعا مقروب ينتج لأجسام المضاد طب هل إحنا نقدي أو نعطي للطفل مقروب يسبب له أمراض أو يسبب له وفاة لا جاءت الفكرة في التطعيمات إن هما بيحقنوا الأطفال بمسبب مرض ميتة أو ضعيفة أو غير قادرة على طبعا غير قدعة سبب المرض حرارة للإشعاع بيكون ميتة أو ضعيفة جدا بحيث تدخل الجسم ما تسببش العدو للطفل ولكن هدف دخولها للجسم حتى يتعرف جهاز المناع على شكلها بحيث لما يصاب أو تنتقل عدو من شخص آخر يكون مقروب حقيقي يكون خلاص جسم الطفل كون أجسام مضادة وتعرف عليها مش أول مرة يدخل الجسم يبقى معظم التطعيمات بتحتوي على مسببات أمراض يعني بكتيريا أو فيروسات ميتة أو ضعيفة بحيث تدي تحفيز للجهاز المناعي لإنتاج خلال زاكرة تحفظ شكل مسبب المرض بحيث لما ينتقل من شخص آخر يكون خلاص الجهاز المناع مكون أجسام مضادة جاهزة في الدم بحيث لما يقترج الجهازة أو مسبب مرض حقيقي يوم خلاص جهاز المناعي يهجمه بسرعة وما ياخد شو حتى طبعا التطعيمات اللي بتعرض أطفال التطعيم السلئاسي كل دي التطعيمات العامة لمسبب المرض طيب فشل جهاز المناعي طبعا قد يكون في عيوف جهاز المناعي نتيجة سوء التغذية أو يصبب بعض الأمراض أو انتشار الأمراض المعضية وتطورها وتغير شكلها وإصابة بعض أنواع السراطنات تؤدي إلى ضرر بالجهاز المناعي مثل الإصابة بمرض نقص المناع المكتسبة اللي مسمى المعروف باسم الإيدز اللي بيسببه مرض أو بيسببه فيروس الـ HIV وده من أخطر الفيروسات لأن ده بيصيب الجهاز المناعي ويضعف جهاز المناعي ووجد العلماء أن هذا الفيروس بيضمر نوع من خلاة دم البيضاء اسمه الخلاة دم التائية المسعبة يبقى الفيروس المسبب للإيدز بيضمر خلاة تائية المسعبة ودية المسؤولة عن تنشيط الخلايا الباقية لإنتاج الأجسام المضادة يعني الشخص ده مع الوقت يقل عدد الخلاة التائية في جسمه فيصبح مناعته ضعيفة جدا يبقى الفيروس ده يا شباب بيؤدي آآ طبعا يصيب الخلاة التائية المساعدة المعروفة باسمه آآ ده نوع الخلاة اللي بيشتغل عليها فيروس آآ آآ المسبب لمرض وده مرض اسمه المناع المكتسر لأنه بيضعف جهاز المناع لأنه بيضمر الخلاة تائية مع الوقت بيضعف الجهاز المناعي طبعا غيره ده بينتقل من شخص ومصاب شخص صليم عن طريق آآ نقل الدم الملوث او عن طريق الاتصال الجنسي آآ ومن اعراض المرض ده آآ الشخص آآ بيصاب بالتعارك الليلي والحمى آآ طبعا قد يعيش الشخص آآ آآ في البداية بيكون اعراض قليلة لفترة زمنية تصل لعشر سنوات وفي الفترة دي يكون قادر عن نقل العدوى آآ لأن الفيروس بيكون كامن لفترات معينة لغاية ما يقضي على معظم خلاة دم آآ او مستشفيات خاص لمنع انتشار العدوى وكمان لأن منعته اصبحت ضعيفة وبكهذا القدر يا شباب نكون انتهينا من درس آآ المناعة وكده ده كان اخر درسة في المنهج آآ مقرر احياء اتنين آآ وكل عام انتم بخير وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته